نتكلم سيراشي الوالي على الصورة صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله من المشاك تبرع بالدم في مدينة مراكوش بالنسبة لك الدلالات في هذه الصورة والرمزية أول شيء أنا جاءتني بكياه لأنه وش الملك دينا في صحة جيدة أفضل من الخلعلي كنا مخلوعين عليه الله يحفظه ثانيا أنه دار المبادرة وكيعطي الدم دياله وكيعطي أكبر مثال للناس والشعب دياله وكيعطي الدم للشعب دياله وكيعطي أكبر قدوة ديالنا بالنسبة لي لم يكن غريبة لا على العطاء دياله ولا على كيف يفكر في الشعب دياله يمكنني أن أقول لك أحد الأشياء بقي كان أقل وحنا كنت مع سيدنا وكنا في هذا الوقت البادش كان البادش مؤسسات محمد الخاميس للتعضامون وكاننا عيط ليا سيدنا باش عنا ويشور معايا وفي نفس الوقت باش نديره الدعاية أول دعاية لهذه المرحلة وكاننا نديره الدعاية وكاننا أضعوا لها وكاننا أقلنا لديه التليفون وقالوا لي بأننا نديره على البادش لم يكن هناك يتباع في المدارس ويوصل إلى أكبر عدد مملكين باش الناس يعطيهم ومدام بإمكانه يديروا له 10 درام و هو مرد و رؤيته و هو اعرف ماذا كنت رؤيته و اما قلت له اذا البذل سخيط الهي كنت اخوائده ، اذا كان رهب بجانبه و يسهلقوا يشخلواوا و تجاجعوا عليه و يسهلوا من الصغور و قالت كله بجانب مانا انا أغسطت ان الطفل استطلاع و ان يسهل بجانب و حخر ان يدخل مطلع بجانب و الشوكولتة بمعنى هذا الطفل منضخي بالعكس لا نحرموه مع أنه يمشي وبقاي يخمم في حاجة أخرى المرحلة اللي غيدوزها هو أنه يعيش طفولته ويعيشها مزيان بتوازن وما نغنيوش عن الناس وهبطات البهبط اللي تعقل في الأول الخمسات ديال الدرام باش كننا كان بيها في الأول ومن بعد تطورات المسائلة هذا عاش عودتها لكي باش نقولك تيل بوارم ماليك ركيف كرف أقل في الأشياء بسيطة اللي يمكن ومهمة بسيطة ولكن مهمة جدا معلوم عندها عمد كبير وعندها بعد كبير